على صعيد آخر أكد البرلمان العربي دعمه للجهود الكبيرة التي يقوم بها جلالة الملك عبد الله الثاني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة بصفته صاحب الوصاية الهاشمية عليها وأعلن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي في افتتاح الجلسة الأولى للمؤتمر الذي عقد في القاهرة عن تدشين المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وهو يعد الأول من نوعه على المستوى العربي متطلعا إلى أن يصبح مركزا إقليميا ودوليا لدعم الجهود البرلمانية في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف